إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق انظر إلى هذا النص النبوي الصريح كيف جعل الهدف من رسالته وبعثته للناس هو إتمام مكارم الأخلاق وبيانها لهم وأن رسالته تتعانق مع الأخلاق وجودا وعدما فإذا أثمرت العبادة في صاحبها مكارم الأخلاق فهذا دليل على أنه أدى عبادته على الوجه الأكمل وأنها مقبولة عند الله تعالى